السلام خير و أهلا و سهلا بحضراتكم يوم جديد بداية أسبوع جديد أساسا و حلقة جديدة و سهلا بجماهير النادي لأهلي اللي بتتبعنا و كلام كتير الحقيقة محتاجين نقوله و كلام كتير جدا محتاجين نفطفط به الأهم أنه في مرحلة بالتأكيد عدد فيها الحلو و فيها المر فيها السلبي و فيها الإيجابي والمهم كمان أن المرحلة الجاية ما تستديش و ما بتسمحش بأي مساحات من التهاون أو الأخطاء أو عدم التركيز طبعا تابعنا كلنا مطش الأهلي و سيمبا و خليني مش بس هتكلم على مطش الأهلي و سيمبا هتكلم على المرحلة اللي فاتت كلها كده إجمالا مهم جدا أنك أنت لما تكون مش في أحسن حالتك وتحقق النتيجة المطلوبة أو تحقق الهدف المطلوب و دي حاجة إيجابية جدا لابد أن نحركز عليها متفقين أنه عروض النادي الأهلي في الفترة الأخيرة نتائجه أرقامه و قبل ده كله أداءه مش اللي احنا كنا مستنيينها كبطل أفريقيا في النسخة الجديدة من دول الأبطال ولكن يكفي أنك أنت تكون مش في أفضل حتى كزي ما قلت لحضراتكم وتحقق الهدف من ده وتتأهل لدور التمانية دور التمانية قصة تانية خالص قصة مختلفة تماما و من فضل ربنا أنه إحنا عندنا جاب إلى حد ما نسبيا يعني مش طويلة قوي بس إلى حد ما هناخد جاب شوية هنفصل شوية نقف الملف في أفريقيا شوية والغاية لما نرجع له تاني أعتقد الفترة دي هتكون كافية بشكل كبير جدا عشان إن شاء الله الأهلي يكون جاهز للتحدي الأصعب للمرحلة الأصعب المرحلة الأكتر عنفا المرحلة اللي مش هتقبل الاسم على اتنين ما فيش مجال فيها لأي تهاون أو عدم تركيز أو أخطاء من أي نوع وأعتقد الفترة دي تسمح لمستر موسيماني والجهاز واللعبين قبل دول كمان إن هم يرجعوا أخطاءهم ويرجعوا حساباتهم عشان يكونوا جاهزين إن شاء الله وقد التحدي وكلنا ثقة إن شاء الله إن هم هيكونوا قد التحدي